بسم الله الرحمن الرحيم مازلنا في الوحدة الأولى موضوع تبوبات التكليف سبق أن تكلمنا عن التبوب النوعي للتكليف ثم التبويب الوظيفي ثم تبويب التكليف حسب علاقتها بوحدة التكلفة والآن نحن مع تبويب التكليف حسب علاقتها بحجم النشاط أو الإنتاج أو درجة المرونة أو السلوك التكليف كوستس في هذا التبويب تقسم إلى متغيرة variable ثابتة fixed شبه متغيرة semi variable شبه ثابتة semi fixed مختلطة maxed التكليف المتغيرة هي تلك التكليف التي تتغير في إجماليها بتغير حجم النشاط وبنفس نسبة التغير في حجم النشاط خلال مدى إنتاجي معين معنى كلمة وبنفس نسبة التغير في حجم النشاط معنى إيه؟ إن لو النشاط حجم النشاط اللي هو حجم الإنتاج زاد 10% والتكليف زاد برضه بعشرة في المية يبقى دي تكلفة متغيرة 100% أو لو النشاط انخفض 5% وفي نفس اللحظة التكليف انخفضت برضه بـ 5% يبقى نحن في تكليف متغيرة والتكليف المتغيرة في إجماليها وقد تكون ثبتة على مستوى الوحدة يبقى هي متغيرة تعرفة متغيرة في إجماليها وثبتة على مستوى الوحدة بالنسبة للتكليف المتغيرة في إجماليها كمية الوحدات على المحور الأفقي إجمال التكاليف على المحور الرأسي وبالله دالة التكاليف المتغيرة بتاخد من نقطة الصفر منحنة هنا معناها أن كل ما زادت كمية الوحدات المتغيرة كل ما زادت إجمال التكاليف المتغيرة فإذا كان مستوى النشاط ألف وحدة وكان عندها التكاليف عشر تلاف ريال إذا زاد حجم النشاط إلى ألفين وحدة تزيد التكاليف إلى أشرين ألف ريال وهكذا بالنسبة للتكاليف المتغيرة على مستوى الوحدة ده المحور الأفقي كمية الوحدات والرأسي التكلفة لكل وحدة بالله دالة التكاليف المتغيرة للوحدة بتاخد خط موازي للمحور الأفقي فإذا كان التكاليف حجم الوحدات ألف وحدة وكان نصيب الوحدة عشر ريال لو زاد لألفين وحدة يظل نصيب الوحدة أيضا عشر ريال وهكذا المثال على التكاليف المتغيرة مثال ذلك تكلفة المواد الخام دي مثال على تكلفة متغيرة النوع الثاني التكاليف الثبتة هي تلك التكاليف التي تظل ثبتة في إجماليها مهما تغير حجم النشاط خلال مدى إنتاجي معين والتكاليف الثبتة في إجماليها وبتكون متغيرة على مستوى الوحدة عند التكاليف الثبتة في جماليها المحور الأفقي كمية الوحدات المتجة وإجمالي التكاليف بتلاقي التكاليف الثبتة دلت التكاليف الثبتة على مستوى إجماليها بتظل ثبتة مهما تغير حجم النشاط بمعنى لو حجم النشاط ألف وحدة عندها كانت إجمال التكاليف عشر تلاف ريال لو زاد لألفين وحدة تظل أيضا التكاليف سابتة عند عشر تلاف زاد لتلات تلاف وحدة تظل أيضا سابتة عند عشر تلاف على مستوى الوحدة بتلاقي بتاخد خط دلت تكلفة السابتة على مستوى الوحدة بتلاقي الخط بتاعها في اتجاه التناقص في اتجاه التناقص كل ما الوحدات زادت كل ما التكاليف بتاقيه تتناقص كل ما تكلفت الوحدة بتتناقص المثال عليها زي تكلفة الإيجار السنوي السابت ده مثال على التكلفة السابتة تالت شيء التكلفة شبه المتغيرة هي تلك التكاليفة التي تتغير في إجماليها بتغير حجم النشاط ولكن ليس بنفس نسبة التغير في حجم النشاط ولكن ليس بنفس التغير في حجم النشاط وبتكون هنا بمعدل متزايد أو بمعدل متناقص رسمة معدل متزايد كمية الوحدات على المحور الأفقي مال التكاليف على المحور الرأسي بتلاقي دالة التكاليف شبه المتغيرة بمعدل متزايد المثال على ذلك فاطورة التليفون فاطورة التليفون قد تكون مقسمة إلى شرائح بمعنى إن ممكن أو الدقيقة الأولى الدقيقة الأولى في التليفون بسعر عشرة هللة ده مثال الدقيقة الثانية ممكن تكون بسعر اتناشر هللة ما زاد عن ذلك بسعر خمستاشر هللة يبدأ في اتجاه التزايد العكس شبه المتغيرة في اتجاه التناقص بتاخد الشكل ده الدقيقة الأولى مثلا بعشرة هللة الثانية تنخفض إلى تسعة هللة ما زاد عن ذلك مثلا بسبعة هللة التكاليف شبه الثبتة تسمى تكاليف سلمية أو درجية هي التكاليف التي تظل ثبتة لمدى إنتاج معين ثم تقفز وتثبت لمدى آخر ثم تقفز وتثبت لمدى آخر بتاخد الشكل التالي شكل السلم المثال عليها تكاليف الفحصة تكاليف الفحصة فمثلا إذا كان الألف وحدة الأولى تحتاج موظف واحد فقط براتب عشان فحص هذه الوحدات براتب ألف ريال إذا زاد الوحدات عن ألف نحتاج إلى موظف آخر لحد ألفين الموظف الآخر هياخد كمان ألف هنا تقفز التكاليف إلى ألفين ريال وهكذا